في تفاصيل أكثر ينضم إلينا من الخرطوم الدكتور أحمد عبيد مغلد ناشط السياسي دكتور أحمد أهلا وسهلا بكم معنا على شاشة اليوم بداية أي تهمية وتداعيات لقرار الاتحاد الأفريقي الذي نفذ وعيده وعلق عضوية السودان فيه بالطبع هو قرار مهم جدا قرار مؤثر قرار فيه اعتراف دولي بجرائم المجلس العفكري قرار يعكس أن ما يحدث عبر السودان المبتهم فيه الوحيد هو القائم على حكم السودان الآن وهو المجلس العسكري بكل فصائله وبكل أعضاؤه ما يحدث في السودان هي تريمة مكتملة الأركان مع صدق الإصرار والترصد والتخطيط الكامل الداخل داخل السودان ومع الدول الداعمة لهذا المجلس العسكري اعتراف المجلس الأفريقي بهذا القرار هو اعتراف للشعب السوداني بأن نعم القاتل هو المجلس العسكري طيب تقول بأنه قرار مهم وسيكون له أثر كبير بس السؤال عمليا كيف يمكن أن يساهم هذا القرار في تنفيذ مطالب الاتحاد الأفريقي بتسليم السلطة للمدنيين وعد عن مطالب كثير من الجهات هو قرار يثبت جريمة القتل على المجلس العسكري لكن عن مقدرة هذا القرار على تغيير الواقع في السودان إلى حكم مدني أشك في ذلك بصراحة مهما كان الحكومات الديكتاتورية الموجودة المتعاقبة حتى لو انفصلت عن العالم أجمع تستمر في حكمها عمر البشير كان مطلوب في الجنائية واستمر في حكمه عمر البشير كان محضورا وتحت العقوبات الأمريكية واستمر في حكمه هو كان يستمتع بالفساد وأموال الفساد والشعب يعاني نقشى أن يقود هذا الشيء إلى استمرار العسكر ومعاناة الشعب لكن كردفع الأولي في الفترة الأولى نقول أن هذا اعتراف ضمني دولي بأن الجرائم التي حدثت منذ التاسع وعشرين مجزرة السودان مجزرة تسع وعشرين رمضان هي جرائم مختلفة بالمجلس العسكري ولا بد أن يحاسب عليها طيب إلى أي مدى يمكن أن يعول على هذا القرار في حالة الأمور ونزع فتيل الأزمة في السودان لا أعتقد أن المجلس العسكري سيستجيب لمثل هذا القرار هي مجرد ضغط من الضغوط الموجودة حول المجلس العسكري المجلس العسكري الآن يتشبث بداعمي الإمارات والسعودية ومصر مصر تحاول أن تلعب بكل الكروت الموجودة في الاتحاد الإفريقي وواقع الأمر يقول أن لها بعض الأثر السعودية والإمارات دولتين تدعمان المجلس العسكري بالمال والإعلام ومحاولة شراء اللوبيات الأمريكية والإسرائيلية فإذن أقول لهم يمكرون ويمكر الله الله خير ما كريم طيب بحسب كثيرين يبقى أنه ككرت ضغط لصالح قوى المعارضة بالطبع هو كرت للضغط إضافي هو كرت للضغط حتى في المحاسبة الجنائية لأعضاء المجلس العسكري الآن هذه الأعضاء المجلس العسكري حتى وإن استداموا لفترة لبعض الوقت في الحكم سيظل عليهم الملاحقات الأمنية والجنائية أشكرك وصلنا لنهاية الوقت المخصص أنا أشكرك جزيلا على كل هذه الإضاحات ضيفنا الكريم من الخرطوم الدكتور أحمد عبيد مجلد ناشط سياسي